علق الدكتور علي أبو تشيش خبير الأصار المصرية وعدو اتحاد الأصريين على الصورة المتدولة عبر مواقع تواصل الاجتماعي تمثال أبو الهول وهو مغمض عينيه دون تدخل بشري منما أصار التساؤلات حول حقيقة الصورة وما حدث بها وقال أبو تشيش أن ما قد تم تداوله على مواقع تواصل الاجتماعي بشأن أبو الهول غير صحيح وغير منطقي لأن تمثال أبو الهول موجود في مكانه بهضبة الجزيرة مضيفا أن تلك ليست الشائعة الأولى عن تمثال أبو الهول اللي بيرجع للملك خفرع مؤسس الهرم التاني وأوضح أنه على مدار الزمن ظل تمثال أبو الهول يحيط السحر والغموض لأنه من أحد أيقونات الحضارة المصرية الأديمة ظل دائما حديث العالم أجمع أما عن الصور المتدولة تمثال أبو الهول وهو مغلق العينين قال مجال التصوير الفوتوغرافي وبرامج الفوتوشوب والجرافيك أصبحت تستطيع الآن تحريك الأشياء السبتة من مكانها الأصلي كما يمكنها التلاعب بالملامح الفنية والتحكم فيها بشكل كبير وأيضا احتلاف زوايا التصوير وطبعا قال أن تمثال أبو الهول ليس بعيدا عن أحد فأنا شخصيا بيبص عليه دائما أكتر من مرة عشان هو ساكنت جنبه مجيفا أن تلك الصورة رغم أنها انتشرت عن موقع التواصل الاجتماعي وحالة الجدل لأصارتها لأنها بتروج للسياحة الداخلية وبالتالي دفع الكثير للزيارة منطقة أبو الهول والأهرامات عشان يشوفوا التمثال هو مغمد العينين طبعا أكيد طبعا يعني مش معقول تمثال أبو الهول هيغمد عينيني ده تمثال ده حجر يعني مش بناء قدم حي هيغمد ويفتع عينيه بأكيد الصور المتدولة دي فيها فوتوشوب أو جرافيك أو أي تلاعب في الصورة